هناك تجاوزات عديدة تتعلق بتطبيق نصوص وقوانين رش المبيدات على المحاصيل الزراعية من قبل الكثير من المشتغلين في الزراعة سيما قبل شهر رمضان من أجل زيادة الغلة التجارية المباعة في أسواق الخضار خصوصا تلك المستخدمة على الحشائش الخضراء مما يؤدي لتراكم بقاياها على المحاصيل وهو الأمر الذي يعد بالقنبلة الموقوطة في نشوء أضرار صحية بليغة عند الكثير من الناس عند أكلهم لمثل هذه المحاصيل الملوثة بتلك البقايا السامة دون أن يعلموا بذلك فما هي المبيدات الزراعية في البداية دعونا نعرف المبيدات المستخدمة على المحاصيل الزراعية هذه المبيدات عبارة عن كيميائيات تستخدم بغرض حماية المحاصيل من الحشرات والقوارض والأعشاب الضارة والآفات الزراعية ولو قمنا بمعاينة بقايا المبيدات المتراكمة على المحاصيل المباعة وهي في الأسواق وليس في المزارع لكتشفنا ثغرات غياب تطبيق القوانين المنصوص عليها من قبل المؤسسات الرقابية لماذا؟ لأننا حينها سنكتشف تجاوز لنسب تراكم تلك المبيدات على بعض الخضار والفواكه بل وفي المقام الأول سنلاحظ تراكمها على الحشائش الخضراء التي يكثر شراؤها خلال شهر رمضان فقط للتوضيح أذكر لكم أيضا أن رش المبيدات دائما ما يستهدف الشجيرات الصغيرة القريبة من التربة ولهذا أنا ركزت على عنوان الحشائش الخضراء مثل البقدونس وما شابه من حشائش ويجب أن نعرف بأن سوء استخدام هذه المبيدات يؤدي لوصولها للماء والتربة والهواء وهناك مبيدات متعددة أذكر منها من باب العلم بالشيء فقط مبيد سايبرمثرين ومبيد تريدامينول ويفترض رش هذه المبيدات بمعايير دقيقة لأنها إذا وصلت لجسم الإنسان فسوف تتراكم فيه تدريجيا ونظرا لكثرة استخدامها في المزارع وعدم اكتراث البعض لنصوص تطبيقها فإنه لا بد أن يتم التأكد من سلامة منتجات المزارع الموجودة في الأسواق من قبل المعنيين والحر تكفيه الإشارة ويجب توضيح أننا هنا لا نناقش موضوع الاستخدام لأن استخدامها من قبل المزارعين شر لا بد منه لأننا حينها سنضطر لتقسيم المنتجات الغدائية عموماً والزراعية خصوصاً لمنتجات طبيعية أو كما تسمى في العالم الغربي بالأورغانيك ومنتجات غير طبيعية وهي التي تم التلاعب فيها كيميائياً وفي المختبرات الزراعية إذن نحن لا نناقش فكرة الاستخدام لكننا نناقش فكرة الالتزام بقوانين التطبيق والتي تشمل التقيد بفترات الأمان أو كما تسمى بفترات التحريم الواجب مراعاتها قبل قطف تلك المحاصيل الزراعية ومن هنا يتبلور السؤال المهم ما هي فترة الأمان أو فترة التحريم لكل مبيد فترة أمان أي مبيد وهي الفترة الواقعة بين آخر رشة للمبيد نفسه من جانب واختفاء الأثر الضار له من جانب آخر وهو ما يعني أن اختلاف مدة تحريم قطف المحاصيل تعتمد بالدرجة الأولى على نوع المبيد لأن هذه الفترة هي الفترة اللازمة لتحول المبيد لصورة آمنة قبل جمع المحصول وهنا أوجه سؤالي مرة ثانية للمعنيين بهذا الأمر هل هناك متابعة حقيقية لهذا الموضوع؟ وهل توجد بيانات لطبيعة ما يتم استخدامه في المزارع من مبيدات ونظم تطبيقها من قبل تجار المحاصيل الزراعية ترجمة نانسي قنقر